ايه زي كنا جميعا عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة هتكلم على برج الميزان توقعات الاسبوع الاول لشهر فبراير لعام 2021 مستعدين للقوة والتميز والسعادة والاجابية والوضع الاجتماعي الجيد جدا والاشراكة اللي هتكونوا فيها مستعدين لتصالح مستعدين لعداوة هتتقلب لصداقة قوية مستعدين ان احنا عندك دائرة معارفك بتكبر هتتعرف على اشخاص اصحاب نفوذ او اصحاب مراكز قوية عندنا حاجات كتير في مطلع الاسبوع ايجابية جدا هتتعرض ليه كلام لطيف هتتعرض ليه حاجات كتير لها علاقة لشقلبة الاحوال تعالوا نتكلم بطريقة مفهومة اكتر بس قبل ما نبدأ عايز اقول لكل اصحاب برج الميزان عليك انك تستغل بداية الشهر بالنسبة لك الاسبوع الاول هو بداية مشرقة قوية وعلى فكرة لو ضيعت الفرص الموجودة ليك في خلال الفترة دي هتندم ندم شديد جدا لو انت استسلمت للماضي ومشاكل الماضي والاوجاع اللي فاية تتولي ولي ولي هتندم جدا يعني عندك فرص وايجابيات ملهاش حدود يعني حاول تستغل كل الفرص لو هقولك انك حتى ما تنامش فكر في بكرة فكر في مستقبلك فكر في الطاقة الايجابية اللي ممكن تكون موجودة حقيقي يا برج الميزان اللي هيضيع الفترة دي هيندم عليها تعالوا نتكلم على خلال التوقعات في الامور المهنية امورك المهنية احذر جدا من الايميلاد بتاعتك او ارقام موبايلك لو انت كنت مقدم على وظيفة فهيكون عندك فيه اتصال او تواصل عندك نجاح في امر معين لو انت عايز تعلي نفسك درجة ابدأ كرس جديد دف بالك جدا بس حاول انك تعلي من ذاتك استغل الفترة دي لان عندك فيها قبول بشكل حلو جدا اللي هيشوفك قبل ما تعمل معا الانترفيو هيقولك يلا تعالى فعندك فترة حلوة كمان في الامور المهنية اصحاب برج الميزان في مجال جديد فكرة جديدة ابتكار ناجح موفق ان شاء الله عليك ان انت بس تقول يلا ابتدي بداية موفقة ليك هتكون جيدة جدا لاصحاب المشاريع الخاصة لو انت عايز تغير مجالك او تبتدي حاجة جديدة هيكون عندك فيها ايجابية فيها فرصة يعني الفرصة بتقولك تعالى بس ابدأ انت وانا اساعدك فعندك فرص كتير حاول تستغلها برج الميزان امورك المهنية برضا عندك صداقة لها علاقة او او اشخاص في منافسة في تحديات في اسلوب مكانش اقق ولا ايه هيبقى عندهم حتة اللي احنا عايزين نتواصل عايزين نقرب من بعض هتتفاجأ ان شخص انت ممكن تكون مفكره عدو هتلاقيه حبيب هتلاقيه انه بيقرب لك جدا انت هتتحكي علينا خي يعني مش هندحك على حد خلي بالك جدا من الاشخاص اللي هتكون العدو هو مرة واحدة بيتقلب لحبيب لان روحانياتك عالية وبتبقى عارف ان الشخص ده مقرم مدام انت شفته عدو فهو عدو لكن انه يتقلب لحبيب مرة واحدة كده اعرف انه هو مقدرش عليك الفولت عندك عالي يعني من الاخر كده انت اعلى منه فبيبدأ يقولك لا خلينا اقرب امتى الكلام ده في الاسبوع الاول طيب بالنسبة لك كمان هتلاقي اشخاص بتحاول تجر رجلك يعني اللي هو بتجر رجلك في طريق الصحاب او علاقتك كانت سطحية ببعض الاشخاص لا علاقتك بدأت بتقوى يعني عندك اشخاص هم اللي عايزين يأول علاقات دي فعندك ده جدا عندك عروض مهنية حلوة جدا 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 حاول انك انت تكون فاهم وتقدر تستغل العروض دي في خلال الاسبوع الاول برج الميزان عندك فعلا فيه ايجابيات وبلورة ونجاحات وقرارات مهمة جدا جدا في خلال الاسبوع الاول طيب ما تقول لنا كده ايه اميز الوقت اللي ممكن يكون فيه ايجابية او احنا نكون موسوطين او نستغل طقتنا فيه اول الاربع تيام بالنسبالك يعني اقدر اول تلات تيام ونص دول هيكونوا اميز وقت بالنسبالك حاسس ان فيه طاقة تقدر تعمل حاجات كتير هيكون فيه وقت ان انت تقدر تركز اكتر تفكر اكتر تبتكر حاجات جديدة على فكرة انا شايف ان الاسبوع الاول هيكون اسبوع ابتكار ابتكار عندك عقليتك بتتنور بتتنور حقيقي على فكرة عندك فوقان مش اقول من غيبوبة فوقان من حاجات كتير من حاجات كتير يا برج الميزان طيب امورك المادية لا بقى مش ولا بود بصراحة اما يعني عندك الاسبوع الاول فيه بقى مش هقول تعصر بس مصاريف كتير او ان انت الدنيا معاك انت محتاج انك تشيل عشان حاجة محتاج تشيل عشان فلوس مش عارف ايه عندك ده لكن انت بتشتغل حاجة او انت عيتعرض عليك عرض انت عارف ان انت موفق فيه ماديا فيما بعد فعندك ده اوي احنا قلنا ان هتكون عندك تعرف على اشخاص اصحاب نفوذ مراكز الكلام ده كله وهيكون عندك حتة الافتخار بيهم ما تفتخرش بحد افتخر بنفسك دي نقطة مهمة جدا برج الميزان برضو امورك العاطفية هيكون فيه ابراج بتتفوق فعلا عاطفيا في خلال الاسبوع الاول خاصة او خلوني اقولكم الابرج بشكل ايه في خلال الاسبوع الاول الابرج الهوائية اللي زينا انت عندك الابرج الهوائية كلها بتتميز حتى الميزان والميزان يعني الدلو والجوزاء والميزان الابرج النارية بالنسبة لك برج الحمل رقم واحد القوس رقم اثنين فيه بعض الابرج كده يعني العقرب برضو فيه ابراج انت علاقات موفقة خاصة ان الميزان كان ممكن يكون كنت متضايق عاطفيا بسبب مشكلة مع الشريك لا هيكون فيه كتير من الابرج المشاكل بتتحلل و بنرجع علاقاتنا بتكون وطيده ترجع بهدية على فكرة لان الاسبوع الاول فيه هدايا فيه هدايا هتجي لك يا برج الميزان والله يبصوا انا ميزان بس انا مش عارف ايه الهدية اللي هتجي لي لكن فيه هدايا هتجي لابرج الميزان ممكن عشان بنتي مش فهمة بس ممكن يعني ممكن يكون جزئ بدل ما يجيب هدايا المهم اللي يجي له هدية يا برج الميزان يقول جاله هدية ايه عشان الموضوع محيرني شوية طيب عامة فعندك ده جدا طيب امور برضو العاطفية بالنسبة للناس المنفصلين لا عندك رجوع علاقات وعلاقات بتتحسنوا لا فيه تميز كمان الماضي مش بيقدر ينسى اصحاب برج الميزان بالشكل اللي ممكن تتخيلوه لا بيفتكروه حتى على المدى البعيد يعني حتى لو منفصلين بقالنا فاترة المشكلة اول حاجة اللي انا احب ان انا اوجهها لأصحاب برج الميزان الميزان هي انك تفكر في مستقبلك اكتر كتير من الماضي تفكير في الماضي هيرجعك خطوات كتير هيخليك ان انت مش قادر تشوف الايجابيات اللي موجودة حواليك بشكل قوي لا حاول ان انت عينك تكون ملتقطة الايجابية اللي حواليك فعلا انا عندك ايجابية ومش الاسبوع الاول وبس مش الاسبوع الاول وبس والاسبوع التاني وجزء من الاسبوع التالت كمان فعندك فيه ايجابيات كتير صراحة خلينا نستغل للوقت ده برج الميزان ارجع واقول تاني الوقت ده لوضع من ايدك ان هتندم ندم كبير جدا طيب في حاجه مهم قوي عندك فيه زيارات متبادلة عندك فيه حضور مناسبات عندك فيه تميز بشكل قوي كل ده يخلي ان عيون الاخرين تكون عليك مركزة كتير عايز يعرف عنك اخبارك حياتك دنياتك عايزين على فكرة فيه اشخاص عايزين ياخدوا روحك يعني عندهم ليك مش هقول كره بس عندهم حقد وقراهية غريبة انت طبعا يعني عارف حاجه زي كده بس عليك انك تفاع روحانياتك بشكل حلو يعني تصدقها يعني عليك ان انت تكون لما تحس ان الفلان ده ما لهوش امان ما تأملهوش بتاتا بتاتا حتى لو هو مظاهر لك الواقع بتاع ان شخص لزوز جدا جدا ما تصدقهوش ده نقطة مهمة جدا طيب برضو يا برج الميزان من الامور المتميزة احنا قلنا الوضع المادي مش قلطف حاجه لكن امورك العاطفية لطيفة جدا الاجواء امورك المهنية في اجواء سعيدة جدا في بدايات حلوة عندك اللي عايز يعمل فكرة مشروع وعايز يعرف الوقت المناسب ده وقت مناسب لو عايز تسافر او انت هيكون عندك سافر ولا انت عندك سافر بس لو عايز تسافر برضو وقت مناسب بس خلي بالك من حاجه مهمه جدا خلي بالك انت عندك حفاظ على صحتك ده تمام جدا وعندك انا قلتلكم في الاول يعني لو ان شاء الله حتى ما تنامش بس اهم حاجه انك تكون بتخلص الوراك وتنجز اوقتك والكلام ده كله وتستغل الايجابية بس بصراحة انت لازم جسمك يرتاح ليه لان هيكون عندك حالة تعب او ارق عندك برضو في حاجه مهمه جدا انك هتظهر امام بعض الاشخاص بالمظهر الايجابي اللي انت بتتمناه بمعنى ان في اشخاص يمكن يكونوا عندهم سوق ظن عليك او شايفينك بشكل او او بمنظر مش لاقق مش حلو مش لطيف مش حابينك لكن هيكون بعد كده فيه اشخاص بتحبك طب ما هو ده معناها ان ممكن يكون عدو اتقلب حبيب لا العدو اللي اتقلب حبيب روحانياتك عارفة ده لكن الحاجات او الاشخاص التانية انت عارف ان الناس دي مش مش مستهويين بعضنا مش حابين بعضنا لكن حتة ان احنا هنلاقي ناس بتصلح معنا علاقات وقربه وتواصل وتليفونات والكلام ده كله ده هيكون متواجد فده انت يمكن في حاجة هم كانوا شايفينها بشكل مش حلو فهيبدأ الرؤية تصحيح لرؤيتهم ده هيكون موجود جدا برج الميزان عندكم فرحة منتظرة عندكم شي انتوا منتظرينه هيبدأ يحصل عندكم تفاقل انتوا حاسينه هيكون ايجابي جدا لكن اللي بيفكر في الماضي اللي مربوط بحاجة مش حلوة يعني اللي هو انت رابط نفسك بموقف او موضوع ومستني ورامي حملك كله عليه يعني هدف هو ده اللي انت رامي حياتك كلها عليه هتخسر لو انت بالنسبة لك بتحلم احلام سيئة او ان في حاجات مش لطيفة او لاقي ان الدنيا واقفة قدامك عليك ان انت تكون صور معينة من القرآن في حاجات معينة مش بحب اطلع التكلم ده صراحة انا بقولها للناس بس عمتا عشان ما بيجا قولي الكلام ده الناس بتقولك انت بتقولي مهم يعني حصل نفسك وعالج نفسك نفسك بنفسك دي نقطة مهمة جدا لان احلامك لها اشارات مهمة وكل ده بيكون ليه دلالة انك انت الابواب مقفولة عشان انت محسود او انت في حاجة عالجها في حاجة حصل نفسك منها ده اللي بيخليك ان انت تكون مش مش عارف تشوف الايجابيات ومش عارف تلتقط الفرص عمتا يا برج الميزان بتمنى لكم اسبوع موفق ايجابي سعيد ان شاء الله يكون خير علينا جدا ما لا تنسوش اللايك واشتراك في قناة تفعيل الجرس سلاح